مجدداً تعود العاصمة الليبية ترابلس إلى تصدر المشهد بعد تجدد المواجهات المسلحة بين قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد لدبيبة والمعترف بها دولية وقوات أخرى تتبع رئيس الحكومة المكلف فتح باشاغا ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى حكومة لدبيبة حملت فتح باشاغا مسؤولية الأحداث واعتبرت ما جرى غدراً وخيانة بعد أن كانت هناك مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء والالتزام بالذهاب للانتخابات في نهاية العام كما اتهمت حكومة لدبيبة باشاغا بالتهرب في آخر لحظة بعد أن كانت هناك مؤشرات إيجابية نحو الحل السلمي بدلاً من العنف والفوضى وبحسب مجريات المفاوضات بين حكومتي لدبيبة وباشاغا كان من المفترض أن تعقد الجلسة الثالثة الجمعة المقبل في مدينة مصراطة لمناقشة تفاصيل الاتفاق إلا أنها ألغيت وبشكل مفاجئ في آخر لحظة من جهتها حملت بلدية ترابلس مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية ترد الأوضاع في العاصمة ترابلس وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل وحماية المدنيين التصعيد العسكري بين الطرفين أثر على سير حياة المواطنين وأصابها بالشلل فقد أعلنت جامعة ترابلس تعليق الدوام حتى إشعار آخر كما أغلقت أغلب مدارس العاصمة أبوابها أمام الطلاب الذين يؤدون امتحانات المرحلة الثانوية الأوضاع في ليبيا إذن مفتوحة على كل السيناريوهات فيما يبدو أنها قد تنزلق مجددا نحو مزيد من التصعيد وإلى مأزق سياسي واقتصادي نتيجة لجملة من الأسباب أهمها تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة العام الماضي ترجمة نانسي قنقر